أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة لا تألو جهداً في سبيل تذليل أي عقبات تواجه المستثمرين مع العمل على حلها بشكل يهيئ لبيئة استثمارية مواتية وخلال ترأسه الاجتماعي وحدة حل مشكلات المستثمرين أشار مدبولي إلى أن الوحدة منذ إنشائها تعمل على حل المشكلات قبل الأصول إلى جهات التقاضي أو التنازع مؤكداً العمل على وضع حلول غير تقلدية لسرعة حل المشكلات وشدد رئيس مجلس الوزراء على أنه يتابع الموقف التنفيذي لعمل الوحدة مؤكداً ضرورة متابعة تنفيذ ما يصدر عنها من قرارات وشهد الاجتماع عرض التحديات المتعلقة بعدد من الملفات المختلفة وتمت الموافقة على عدد من الحلول المقترحة وسيتم إقرارها في اجتماع لمجلس الوزراء فضلاً عن متابعة عدد من مشكلاته الخاصة ببعض الشركات واستعراض الحلول